وتدريباً اللي بنحتفل النهارده بعيد ميلاده 75 نجمنا الكبير جداً الرائع العظيم الكابتن حسن شحاتة المعلم كابتن حسن أهلاً بيك كل سنة وحضرتك بألف خير نبنا خليك هاني كل سنة طيب حبيب لكم شاكر جداً على استقبالك ليه في بعد المنشي كمان منشي بماني كل أهليك احنا مبسوطين جداً نحن نسمع صوتك أكيد واخد بالك من أول اليوم بل من مبارح الساعة 12 مصر كلها ازاي بتحتفل بيك ومبسوطة بوجود يوم زي ده تذكرك وتحتفل باسمك وتاريخك يا كابتن حسن ربنا خليك هاني الحمد لله رب العنم ربنا يحبب فينا خيره يا رب ده لنا هدر أرهول لك هاني أمين يا رب نفسك في ايه في السنة الجديدة يا كابتن حسن نعم حبيب نفسك في ايه في السنة الجديدة أنا نفسي في السنة الجديدة طبعا بالنسبة للزمالك إن شاء الله يفوز بالدوري دائما هو ماشي كده إن شاء الله وما يختارش أي بط دائما نهاردة كده بس النهاردة خسر بط لكن إن شاء الله إنه هو ما يختارش بط تاني ويبقى هو الانت دائما ماشي يتاول الأول الأول عشان يقرر البطولة بتاعت السنة اللي فاسك وتبقى بطولتين وربعة ايه تاني نفسك فيه أنا نفسك فيه إن ربنا يا رب يدينا الصحة وتلطة العمر آمين يا رب آمين ويفرحنا دائما بوجودك وبسماع صوتك الزمالك النهاردة تعادل قدام الأهلي في البداية تقدم الأهلي نجح في إدراك التعادل شفت إزاي المباركة كل كابتن حسن من خلال تعامل المدربين واللعبين المباركة يعني أنا أقدر أقول لك إن هو الشوت الأول كان يعتبر الأهلي كان مصيطر شوية بغض النظر عن الجن دي جاوه طبعا الجن دي جا خطأ من عبدالغني آمين لكن آمين اتعاملت حالو أوي أوي اتعاملت حالو أوي وبقى هدف أول آمين الزمالك لحبت شوية في الشوت الأول وما كانش بتماسك وما كانش بيقدم حاجة تذكر يعني لكن الشوت الثاني تغير تماما مع التغييرات اللي عملها المدرب وطبعا هو الشوت الأول لاعب بطريقة يعني بظهر نشتقي يعني تنفع آآ فريق الزمال فريق الزمالك حاول يبقى فيه هجوم أيوة والهجوم دي بأرام وانتنين في خط الوسط والأجناب هم بيحملوا الشغل زي ما حصل الشوت الثاني وجاية الأجناب كلها من الأجناب اللي جاية كلها من الأجناب وطبعا نزول شيكبالة كان برضو ليه دور كبير جدا 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 بس أنا طبعا أنا مش عارف هو ابن شاري تغير ليه استغربت من استبداله؟ استغربت استبدال ابن شاري لأن ابن شاري كان هو أكثر واحد ولما لقى بقى مهاجم عاشي كبالة بقى خطرين جدا على بعيد الإنداد الأهلي عشان كده يعني شتوت الثاني أنا أقول إن هو والله طب قويس إن هم كل فرقة كانت مسيطرة عن أشروط الأهلي في شتوت الأول والزمالك في الشتوت الثاني لكن النتيجة ما بتتلش على كده النتيجة يعني أنا بني بنقول الله عن نادي الأهلي بالرغم أنه ملوش فرص كتيرة والجوم جي من خطأ لكن الشتوت الثاني الزمالك إدات له فرص كتيرة جدا وعمل منها الأهداف اللي خلته يسيطر على الشتوت الثاني بشكل كبير جدا 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 كمين الأحق بالفوز في النهاية إذا انتهت المباراة بالتعادل؟ لا أنا بقول إن هو أنا بتقول ده بقى ده ده اتعادل ده بقى ده من عمد ربنا اتعادل ده من عمد ربنا عشان يدي كل واحد حقه أما كان الشتوت الأول واحد الشتوت الثاني عشان كده ربنا بدي كل واحد حقه فريرا شايفه إزاي كمدرب للزمالك مسك من منتصف الموسم وبحسب الزمالك هو مكمل للموسم اللي جاي مع عمل بعض الصفقات شايفه إزاي مشواره يا كابتن حسن لا هو مشواره هو مشواره هو مشواره أفضل هو ده مش هقول عن المشوار أو هقول إننا نحن نشوف مدرب جديد لا مدرب ده يعني هو كان سنتين ثلاثة موجود